أول سؤال وصلنا على الصفحة بيقول وعاني من الوسواس والخوف أعمل إيه؟ وعاني من الوسواس والخوف أعمل إيه؟ السؤال ده مهم جداً وبيتكرر كتير وعلى فكرة بالمناسبة أنا لا أمل من أن حد يجي يسألني السؤال ده ليه؟ لأن يا سادة أنا أقول لكم حاجة سبب من أسباب بس خلينا نتكلم عشان نسع في الناس ونتكلم بالمسألة دي واحد بيقول أنا عندي وسواس وخوف الوسواس والخوف ده لو منعك من أداء عملك لو بوز عليك حياتك الزوجية أو حياتك الأسرية لو كنت لسه ما تجوزتش لو بوز عليك علاقاتك لو بوز عليك حياتك وخلك حاسس بأن الحياة بقت تقيلة عليك يعني لو الوسواس ده بيخليك بيضيع وقت طويل منك عشان تقول تكبيرت الأحرام أو بيضيع وقت كبير منك عشان هو أنت بتتوضأ أو بيضيع وقت كبير منك أن أنت تتأكد أن سمعت من فلان أو قفلت الباب ولا لا لو ده بيحصل لك بهذه الصورة اللي تخلي حياتك معطلة أنت لازم تروح للدكتور لازم أن الله ما أنزل داء إلا وأنزله دواء فلازم إذا حياتك تعطلت وده المعيار اللي عندنا أنت الشخص لازم يروح للطبيب للطبيب النفسي إذا تعطلت وتوقفت حياته إذا توقفت حياته مش لازم تتوقف إذا تعطلت حياته يبقى ضرورة اللي هو يروح للدكتور وأقول لك شيء يساعدك في هذا السياق إيه و هتفى من اللي أنا اللي بقوله لك ده بديل عن الزياب للطبيب أبدا ده مساعد أول حاجة لو سمحت لا تلتفت إلى الوسواس يعني يجيلك الوسواس أنت صليت ثلاثة ولا أربعة أنا صليت أربعة إيه ده ده إحنا في الصلاة بنبني على الأقل آه عند الشخص السليم اللي مش عنده هذا الوسواس لأن أنت لو فضلت كده أنت بتزود الوسواس يبقى أول حاجة إيه اللي حاصل لا تطع الوسواس بالبلد كده إيه استعبط لأن أنت لو طوعت الوسواس يشتد عليك الناس تقول لأ أنا ما كنتش كده لأ أنا كنت بس في الوسواس بتوضى بس وبكرر الوضوء هقول له طب عملت إيه ما أنا عارف هو عمل إيه عمل إيه قال له لأ أنت ممكن ما تكونش غسلت ضفرك كويس فيتوضى تاني لأ أنت ممكن ما تكونش غسلت بطن إيدك كويس يتوضى تالت يبقى هو إيه اللي بيخلي الوسواس يتمكن منه الاستجابة للوسواس يبقى لا تستجيب للوسواس طيب إن كله بيعين مع وجود الدواء يبقى أول حاجة لا تستجيب للوسواس الحاجة التانية بقى عشان تقدر تتجاوز الأسواس غير بالنمجك اليومي يعني أنت برنامجك بيساعدك برنامج اللي أنت بتعمله بيساعدك على أنك أنت إيه تتوسوس حتى في العمل اللي أنت بتتوسوسي أنت تطرد أن أنت في الوضوء بتتوسوس ليه؟ أول حاجة بتعملها في الوضوء بتدخل بتغسل الحمام كل ما تعملش كده اتوضى واطلع بسرعة بس ده ما ما قدرش أعمله 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 وكرره فلما تعمله وكرره ده يحل المسألة عندك يبقى غير بالنمج أنا بأتطر أعود ثلاث ساعات عشان الوضوء أو بأتطر أعمل كذا عشان ما عرفش إيه غير بالنمج ده لما تغير بالنمج ده لما تغير بالنمج ده هتحس بفرق كبير تالت حاجة بقى شوف الزكر اللي بتطمئن ليه قلبك ولما يحصل الوسواس ما تعملهش مع الوسواس عشان ما يحصلش ارتباط شرطي ولكن يعمله بعد الوسواس تحس انت براحة وكل ما تزيد الراحة في حياتك كل ما الوسواس والخوف يروح بين حياتك وعشان كده الزكر تعمل الزكر اللي انت بتحبه مش الزكر اللي انت شايف انه بيسكت الوسواس لا اعمل الزكر اللي بتحبه عشان ينشر في قلبك الأنس فتستطيع ان تقاوم النفس تعمل الزكر اللي انت بتحبه بيسكت الوسواس تعمل الزكر اللي انت بتحبه بيسكت الوسواس